وهي بده واحدة الله يبارك له غير شكل يا هيك الفتوش يا بلا مرحبا كيفكن يا غوالي معكم الشيف عمر من برنامج مأكول الهنى على تلفزيون الآن يا غوالي اليوم مثل ما اسمعتو تبولة لبنانية وفتوش بس مو لبنانية فتوش سوري ها مش عمان علاق مع بعض من أولا يعني حسعبلكم تبولة على أصول أصولها وكيف تتركب وكيف مكوناتها والكميات كلها حشكلس لكم الأمور أول شي عندي هون أربع جرس بقى دونس تمام لأربع جرس بقى دونس وحط لهم النعنع يا يابس يا أخضر وهو الأصول والأطيب أخضر شوفوا قديش هيك قدر يعني عشر ورقات من النعنع وبحط لهم بصلتين خضر شايفين في ناس تحط له بصل عادي لكن البصل الأخضر أطيب معه لكل جرس بقى دونس بدي ليمونة طبعا على حسب قديش بتعصر الليمونة إذا طرية ولا آسية بس أنا عندي خمس ليمونات ليش هلا بتعرفوا وعندي حبتين بندورة حمر وعجرين بنفس الوقت يعني لازم يكون فيهم أساوي تمام وعندي لكل جرسين من البقى دونس معلاء أو نص أكل من البرغول الأسمر شايفين برغول الأسمر هيك هي أصولة فيكن ساوة بالبرغول الأبيض لكن هي هيك بتصير يعني إذا بتكون تاكلوا شغلة عالمظبوط البهارة خلول إياها لبعدين أول شغلة لنبلش نعمل تبولة يجب نعملها أكيد ما نفرم البقى دونس لا ما منفرمه أول شغلة منجيب ليمونة تكون بتعصر منقطعها ومنعصرها بالعصارة الذهبية هاي العصارة صلى عندي شي خمس سنين البرغول اللي عندي هو برغول أسمر مخسول انتبهوا ما بنقعه بنقعه بشو؟ بالليمون بعصير الليمون عصير ليمونة واحدة هنقعه بشغلة تانية كمان ما بدي استعملها بقلب التبولة ومن شام ماكبة بنقع فيها كمان البرغول يلي هي حبة البندورة شوفوا شو بنساوي نقطعها هيك بعدين نقطعها هيك بعد ما قطعناها بهذا الشكل البندورة إلى لب هذا اللب في يومين بعمل هيك وباخده هاي بدي استعملها للتبولة أما اللب هاد بحطه فوق البرغول وهذا هلا بفرمه كتير ناعم وبحطه مع البرغول يعني البرغول بيشرب من مية الليمون وبيشرب من اللب تبع البندورة هاد لكله مية شايفين التقطيع هيك ناعم هذا الفرم الصح لبندورة التبولة كيف ينفرم بقدونس للتبولة؟ أول شغلة سكين حدي تمام ما بينفرم بمحضر الطعام اللي يفرم بقدونس محضر الطعام هذا ما بعرف التبولة السكين حدي سكين تمرق مرة واحدة يعني بدي اقطع مرة واحدة بس بس تقطع ومرة تانية بصير البقدوني سيطلع الموين اللي في بس طلع الموين اللي فيه راحة النكهة يلي فيه فالفرم بديو ينفرم لمرة واحدة يعني السكين ده تمرو مرة واحدة بسبتن هيك بأصابعي وابلش افرم السكين هاي هون بدي بهذا المكان مو بيضفري بهذا المكان شايفين هيك وابلش فرم بسم الله ناعم ناعم طبعا النعنع بنفرمو اخر شي ليش لانه بيسود دغري هلا بجيب البصل الاخضر وبفرمو كمان ناعم وهلا باخد البصل الاخضر وبحطو هون وهلا يا غوالي بلا شوية الجد شوفو عندي هون البقدونيس والنعنع والبصل الاخضر تمام بحط عليه هون البندورة شوفو لي الالوان ما احلاها و بدي حط عليه هون البرغل المنقوع بالليمون والبندورة بس على اغلب لحط 3 ربعون انا ما بحب البرغل تبعها كتير سيكي بيكفي اذا احتجت بحطوهم وبناخدهم لهون وبجيب الليمون يا غوالي عصرت الليمونات الاربعة انا هلا تقولون تعرفوا شوفي هون ما هلا بتعرفوا اول شغلة بجيب الملح بحط معلقة ملح وين بحطها بقلب الليمون ما بحطها هون لانه هون دغري بتنتشر وبتتوزع بالتساوي بقلب التبولة هاي معلقة ملح و بدي حط رشة صغيرة يشوفو براس المعلقة فلفل ابيض براس المعلقة و بدي حط ربع معلقة بابريكا و براس المعلقة كمان ارفة و المكون الاخير يا طار عرفتو شو هو اذا عرفتو اكتبوونا تحت بن بدي حط براس المعلقة بن هيك و هلا بخلطهم كلهم مع بعض بالطريقة هاي اللي عملناها هيك كل شي بنا نحط الله ياه مبهرة فيه او نحط النجهات اللي بدنا ياها حطيناها بقلب الليمون ممكن انتو لا تستغربوا من الشغلات اللي حطيتها ممكن انتو تحطوا غير شي ممكن ما تحطوا غير بس ملح هذا الموضوع بيرجع الكم بس هيك تطلع تبولة شغل الابراتب و هلا منصب التتبيه اللي تبعنا عليها بسم الله يا حذركن يا حذركن شو بقي بقي شغلة واحدة اساسية اللي هي زيت الزيتون و هاي اكبر انينة زيت زيتون بسم الله يعني منحط قدر نصف كاسة من زيت الزيتون و هلا بدي حرقهم كلهم مع بعض بسم الله منحرقهم شوي شوي ما منفعصهم تفعيس زبحتني يا زلني بدي اكل بقى والله حاجل تصور 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 بدنا ناكل يا غوالي التبولة بسم الله بتخرطش لي الخاسة هيك مثل القارب و بتفوت فيها لوين عالماني دائريك بسم الله هاي التبولة ما بينشبع منا شو الساكن هون شايف لا لا انتو روحوا على الفتوش لح حمس الخبز تحميس بالفرن انتو فيكون تحطوا مقلي فيكون تحطوا خبز يابس حطهم فيها و هنحط له كذا شغلة رشة بابركة و نقطة زيت زيتون و القلبون مع البابركة و زيت الزيتون بسم الله شو هو اساس الفتوش؟ اساس الفتوش هو هاي شايفين؟ هاي نحنا منسميها بقلة طبعا هي البقلة اساس الفتوش و الفتوش بيصير من البقلة افضل تقطيع لحتى يدوم الخضرة عندنا وقت طويل هو باليد صدقوني طبعا فرمات الفتوش بتكون خشنة مو ناعمة يعني فرمة الفتوش لازم تكون فيها ملمس خشن و عندي بندوراية واحدة كمان بيقطعها تقطيع خشن هيك انا بيقلكم ذكروني هاي الخبزات تبعنا صاروا محمصين و امورهم بالسليم هادا منكون اضافي لكن مع الفتوش كتير طيب فيكن تحطوه فيكن ما تحطوه بس الفجل ما بيتقطع خشن لازم الفجل يكون ارأ يعني هيك تقريبا شايفين؟ شوية زيتون اسود فيكن تشيلوا منه البذر فيكن تخلوه وبحط كمان هاي الخبزات احلى ظهور ظهور التون خليني يفرمون اول شي ناعم هيك بعدين بحطن هيك شو بساوي احذركن؟ بجيب ملح وبملحن الملح بيخلي التوم ينهرس بسرعة بنجيب كاسة بنحط فيها التوم يلي هرسنا معلقة اكل ونص بنخلي التفاح نحط عليهم زيت زيتون يعني قدر معلقتين اكل ثلاثة انتو على حسب قديش بتحبو دبس رمان كمان قدر معلقتين اكل نص معلقة ملح ونص معلقة نعنع يابس سما شوفولي هلا الوان ايه ما بده واحده و الله يباركله غير شكل والله بده الريحه من المصدر وهدء يا غوالي اسمو فتوش ابراتيم ايه الله يباركله queria وهك dois يباركله لا 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 بسم الله كان معكم شيف عمار وفتوش شغل عمك أبراتب سلام